تقد البعض أن التدخين عادة سيئة ينبغي التخلص منها كما هو الحال لمدون المخدرات إلى أنه توجد سلوكيات رئيسية وشائعة يمارسها الشخص ليس كنوع من الإدمان بل للحد من حالة التوتر والقلق وجلباً للإسترخاء بيد أنها عادات خاطئة من شأنها إزعاج الآخرين وبحسب تقارير رسمية فإن من شأن بعض السلوكيات زيادة إفراز هرمون السعادة الدوبامين وهو عبارة عن مادة كيميائية تمثل جزءاً من نظام المكافأة في الدماغ حيث إن ممارسة أي عادة تزيد من إفراز تلك المادة ما يجعل الإنسان يربط بين السعادة وذلك السلوك والاستمرار فيه كنوع من اللذة يصعب التخلص منها قضم الأضافر سلوك صنفته الرابطة الأمريكية للطب النفسي ضمن اضطرابات السلوك المتكررة على اعتبار أنه سلوك أو عادة سيئة تحرج الشخص وتتسبب في معرفة حالته الشخصية من إلقاء نظرة على أظافره ومن بين العادات السيئة التي تزعج الأشخاص من حولك مضغل علكة بطريقة تصدر أصوات تشتت تركيز الناس لدرجة تدفعهم إلى تقديم شكواً ضدك لدى مدير الموارد البشرية الوزير اللبناني وليد جنبلاط كان نموذجاً في ممارسة عادة هز القدم بوتيرة سريعة وهي عادة تعبر عن الملل أو نفاد الصبر وأنك تريد إنهاء اجتماعك أو لقاءك بسرعة وتعد من الممارسات التي تعيق تقدم الإنسان اجتماعياً ولعل تقطقت الأصابع وفرقعتها سلوك يشعر الآخرين بأنه لا يقل حدة وإزعاجاً عن خدش أحدهم لوحاً خشبياً بأظافره بالنسبة للمحيطين بالشخص وهي أيضاً تشكل عادة سيئة تتسبب في إزعاج الآخرين ترجمة نانسي قنقر